مجلس القيادة الرئاسية يلتقي بعدد من المسؤولين الدوليين في نيويورك الزبيد يؤكد في لقاء صحفي أن استعدادة دولة الجنوب هي الأولوية في المفاوضات السياسية المقبلة نقابة الصحفيين الجنوبيين تنظم ندوة حول التحديات التي تواجه الصحفيات والإعلاميات الجنوبية أهلا بكم التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور أشاد العليمي ونائبه اللواعي دروس الزبيدي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش على هامج اجتماعات دورة الثامنة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعاقدة في نيويورك وضحث الطرفان مصجدة الوضع اليمني وأشهد العليمي بدور الأمم المتحدة وأمينه العام وجهودها لاحتوى تداعيات الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحثية المدعومة من النظام الإيراني وضع أمين عام الأمم المتحدة أمام تطورات الوضاع في اليمن والإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة كما تطرق العليمي إلى جهود إطلاق عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي بمقر إقامته في نيويورك ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة أوليفر داودن وأضح العليمي مصجدة الوضع اليمني والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحثية على التعاطي الجاد مع جهود أحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتدخلات البريطانية المتاحة لدعم هذه الإصلاحات في مختلف المجالات من جانب يكد المسؤول البريطاني التزام بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي والإصلاحات الحكومية على كافة المستويات هذا وبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور أشاد العليمي مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع المحلي وأجهد إحلال السلام والاستقرار في اليمن وأشاد العليمي خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس القيادة اللواء الدروس الزبيدي بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التسليلات الأخيرة للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى الأراضي المصرية والاتصالات الجارية لتوسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات من جانب أكد وزير الخارجية المصري موقف مصر الثابت إلى جانب اليمن وشعبه ودعمها كافة الجهود الرامية لحلال السلام والاستقرار والسعادة مسار التنمية في البلد بعث نايب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيد الروس الزبيدي فرقية تهنيئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان هنهما والشعب السعودي بالذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني للمملكة وجدد الزبيدي ترحيبه ودعمه لجهد المملكة العربية السعودية في إنهاء الحرب وحلال السلام في اليمن والمنطقة التي تأتي انطلاقا من المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق المملكة في قيادة المشروع العربي مؤكد انثقته بأن ما تنشده المملكة من سلام هو ما ينشده الجميع من سلام عادل ومستدام وشامل وصف نايب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيد الروس الزبيدي زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة بتجربة المؤثرة للغاية وأقل الزبيدي في ختام مشاركته في أعمال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية العامة إنه قد أجر خلال الزيارة حوارا مفيدا مع العديد من زعماء الدول من جميع أنحاء العالم وأوضح الزبيدي بأن رسالته لكل من التقى بهم من زعماء الدول هي التأكيد على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الحرب في اليمن هو بإطلاق عملية سياسية جامعة والشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة مشددا على ضرورة أن تتضمن تلك العملية حق شعب الجنوب في تقرير مصيره كما هو حقه بموجب القانون الدولي قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إن أولوية المجلس الانتقالي هي استعادة دولة الجنوب في المنفوضات السياسية المقبلة وخلال تصريحات لوكالة أسوشيتيت بريس قال الزبيدي إن المجلس الانتقالي لن يوافق على أي حل لا يتضمن حق الجنوب في استعادة دولته كما أكد أن شعب الجنوب هو من سيحدد الشكل المستقبلي لدولته عبر الاستفتاء وفقا للقانون الدولي شكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحكومة الأمريكية وجميع المؤسسات الثقافية والفنية والمدنية التي ساندت جهود الحكومة اليمنية لحظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية جاء ذلك خلال حفل استرداد قطعتين أثريتين يمنيتين نادرتين في متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك وأثنى على الشراكة اليمنية الأمريكية لحماية التراث اليمني وأحث رئيس العليم بقية المتاحف العالمية والمؤسسات الفنية بأن يحذو حذو المتروبوليتان وأن يقوموا بالمبادرة والتواصل مع السفارات اليمن في الخارج لإعادة ما تم سرقته من أثار يمنية قيمة اليوم نشهد ثمار التوقيع على الاتفاقية التاريخية بين بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية حول التراث اليمني والتي وقعت الشهر الماضي في العاصمة واشنطن وأسست لشراكة حقيقية جديدة بشأن حماية التراث اليمني بين بلدين وشعبين الصديقين وكما شهدنا في العام الماضي استرداد 79 قطعة أثرية ومخطوطة قرآنية قديمة تم ضبطها من قبل السلطات الأمريكية وتسليمها للحكومة اليمنية ومن ثم إيداعها بصورة مؤقتة في متحف السيموثيسونيان في واشنطن فهنا نحن اليوم نسترد قطعتين أثريتين جديدتين ونقوم بإيداعها بشكل مؤقت هنا في هذا المتحف العظيم إلى حين إنهاء الانقلاب الحوثي الغاشم على الدولة ومؤسساتها والذي دمر البلاد وشرد أهلها وبدد ثرواتها وعرض تراثها وهويتها للسرقة والنهب تسلمت السلطة المحلية في محافظة حضر موت ممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي وبشكل رسمي ميناء الوديع البري إداريا وآمنيا واتفقد محافظ حضر موت خلال زيارته لميناء الوديع المنفذ الجديد حيث اطلع على ما تم انجازه خلال المرحلات الماضية وكد المحافظة أن السلطة المحلية لن ترضى بعد اليوم للمواطنين وحجج بيت الله الحرام بافتراش الأرض وبوجود عشش ومناظر غير لائقات بالمنفذ وكد أن الكتائب الأمنية والعسكرية ستقضع للإشراف المباشر من السلطة المحلية واللجنة الأمنية بحضر موت نظم مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبين ندوة بعنوان التحديات الماثلة أمام الصحفيات والإعلاميات الجنوبيات وذلك بهدف الخروج بروية تخدم عمل العاملات في المؤسسات الإعلامية الجنوبية تحت عنوان التحديات الماثلة أمام الصحفيات والإعلاميات الجنوبيات عقد مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ندوة لرصد التحديات التي تعيق عملهم الإعلامي والصحفي ندوة اليوم تتحدث عن الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تقف أمام مسار الصحفيات والإعلاميات في بلادنا وكيف تستطيع الصحفية والإعلامية الجنوبيا أن تتقاوز هذه التحديات طبعا التحديات ليست وليدة اليوم وإنما هي منذ أن خرطت المرأة العدنية بعد أنها عدن كانت رائدة في المجال الصحفي والإعلامي أوراق العمل تناولت مهام الصحفيات والإعلاميات الجنوبيات في الوقت الراهن ودورهن في نشر الوعي وإرساء دعائم الأمن ومختلف التحديات التي تعيق تنفيذ مهامهن بالشكل المطلوب طبعا سبقوا أن نفذ مجلس النقابة العديد من الفعاليات الخاصة في الجانب الإعلامي والصحفي وكثير من الصعوبات التي تواجه الإعلام وتواجه الصحفيين بشكل عام ونحن اليوم أمام هذا التحدي الذي من خلاله نريد أن نرفع أصواتنا كصحفيين وكإعلاميين لكي ندافع عن هذه الحقوق الصحفية والإعلامية والمشاكل والتحديات التي تواجه الجانب الأخوة الصحفيين والإعلاميين في مختلف مرافق العمل والدولة هناك كثير من التحديات التي تعيق المرأة الصحفية منها التطور التكنولوجي الحاصل الآن خاصة التطور الرقمي وفي كثير من الصحفيات ليس لديهن الخبرة الكافية لمواكبة مثل هذا التطور نتيجة أن الصحف والمؤسسات التي عملنا فيها لم يعطوهن الفرصة لكي يتأهلن ويتدربن في مجالات المتنوعة المشاركات في الندوة قدمنا مختلف الآراء والطروحات التي من شأنها تلبية طموحتهن في تنظيم العمل الصحفي والإعلامي الجنوبي والارتقاء به الندوة جاءت كتقييم لواقع عمل الصحفيات والإعلاميات الجنوبيات للخروج برؤية موحدة تسهم في معالجة الكثير من التحديات التي تقف كعائق أمام عملهن الصحفي والإعلامي فاتن سكندر لقناة الغد المشرق عدن عبر أبناء محافظة شبوى عن ترحيبهم بإنشاء شركة اتصالات جديدة والفوائد التي ستنعكس على الدولة والمواطن من إنشاء الشركة وفي مقدمتها توفير خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل أفضل عن الاتصالات الحالية شركة الاتصالات المزمع عقامتها الآن في عدن هي شركة الاتصالات الجنوبية وسوف يستفيد منها أبناء الجنوب في الاتصالات والإنترنت وبدلا من أن يسيطر الحوثي على الاتصالات في المحافظات الجنوبية الإيرادات ومراقبة الاتصالات فنحن نعمل خيرا في هذه الشركة أن تطور في الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لأننا نحن مظلومين في الاتصالات نحن في المحافظات الجنوبية المحررة في أمس الحاجة لوجود اتصال مستقل ذاتيا عن عاصمة صنعاء عن الأبناء الحوثيين وأسباب كثيرة يتعرض لها أبناء الجنوب من ضمنها التنصت وسعب أموال بعض الأحيان عند تسديد بدون غير مباشرة وازدواجية في حديث بعض الأحيان وأيضا توقيف النت ضعيف النت وتعرق الأعمالنا في البنوك الاتصرافة وفي الأدارات الحكومية وفي البريد شي طيب أن يكون للجنوب صلاة مستغلة بعيدا عن التنصت بعيدا عن التقسس وتكون حاجة منفصلة ما أحد يتابعنا فيها والذي يترصد علينا والذي يكون دخلها أيضا يعود إلى خزينة الدولة في الجنوب لتنفع الدولة من هذا الدخل إنشاء شركة اتصالات جنوبية تعتبر خطوة مهمة أقدم عليها رئاسة الوزراء وبدعم من أعضر رئاسة جنوبية لكون هذا الشركة الاتصالات تعتبر لها همية خاصة في ظل الانتشار الرقمي والأنترنت والأمن السبرالي هذا شيء مبشر خير للمواطن الكريم وسينفعه في خدمة هاتف النقال وأيضا في الاتصالات وفي الانترنت وفيما إلى ذلك ونتمنى من الحكومة الإصراع في تنفيذ هذه الخدمة للمواطن الكريم في المحافظات الجنوبية نحن في شبوة صراحة وضعنا مأساوي من ناحية الاتصالات ونحن بحاجة إلى اتصالات متطورة وشركة جنوبية خاصة بالمحافظات الجنوبية نظرا لوضعها السيء ورداءت الاتصالات ونحتاج إلى شركة خاصة بناء نتيجة أيضا الوضع الأمني وغيرها من هذه الأمور أشهدتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل زيادة الإقبال على التعليم المهني والفني في المكلة من جديد أهلا بكم يلجأ عشرات الشباب في مدينة المكلة إلى التعليم المهني والفني من خلال مشاريع التمكين والدورات التدريبية التي توفر لهم فرص عمل ودخل مستدام ومستقل في ظل انعدام الوظائف الحكومية وقلة رواتبها من عاطل وباحث عن العمل إلى مالك ورشة فنية للتكيف والتبريد محمد المشجري واحد من الشباب الذين التحقوا بالتعليم المهني بمدينة المكلة تلقى دورات مكثفة في صيانة المكيفات والغسالات وأصبح اليوم يمتلك هذا المشروع نحن كنا نبحث عن عمل وبرضه في الدراسة درسنا خرجنا ثانوية وندخل الجامعة بغينا بس الجامعة تعرف مشوارها طويل والتعليم مهني أفضل يعني ودخلنا في التعليم المهني في المعهد ودرسنا دورات برضه واشتغلت في ورشة قبل أن نفتح ورشة هذا طبعا الورشة حقي بس أنا اشتغلت قبل في ورش اشتغلت معنا استطبيق وتعلمنا الحمد لله وما قصروا المهندسين يلجأ عشرات السباب في مدينة المكلة إلى الورش المهنية والفنية كونها توفر لهم فرص عمل ودخل مستقل ومستدام وتسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية هذه المهنة أفضل من الحكومة بكثير وإذا حصلت وظيفة تحسر دخل ضعيف جدا يعني بالنسبة هذه الأعمال يعني مهنة وأفضل يعني من الحكومة والله أنا أعتقد متشقنا حقيقة أنه في الظروف هذه اللي تعيش البلاد الآن يصبح التعليم الحرفي والمهني يعني مهم جدا مهم جدا يعني بالذات للشباب الآن صحيح أنه التعليم الأكاديمي التعليم الجامعي يعني يفتح لك أفاق رحبة في التعليم يعني تعليم الطويل المدى فيما يتعلق بالبكاريوس والمكستير وما بعدها لكن الظروف التي تعيش البلاد الآن أعتقد أنها تحتاج لأنه الطالب يكون أو المواطن يكون في يده حرفه توفر المعاهد الفنية والمهنية في حضر موت تخصصات عدة يتطلبها سوق العمل أعمال الصيانة للأجهزة المنزلية وصيانة السيارات والتجارة والحدادة تأتي في صدارتها مع الزياد نسب البطالة بين أوساط الشباب وتكدس الخريجين من الجامعات تبقى الحاجة ملحى إلى الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وتكثيف المشاريع المهنية التخصصية للعاطلين عن العمل أحسن بالبحث قناة الغد المشرق المكلة قال عن مشاهدي ناجه لا لأهم الأخبار الرياضية انطلقت في محافظة الشبوى بطولة كأس شبوى للأنديال كرة القدم الذي يقام برعاية دائرة الشباب والرياضة في المجلس الانتقالي الجنوبي حراك كروي جديد في شبوى بانطلاق منافسات كأس المحافظة للأنديال بمشاركة 18 ناديا وبرعاية من دائرة الشباب والرياضة بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي والذي يأتي متزامنا مع الزيارة التفقدية لرئيس الدائرة للمحافظة نرشن اليوم كأس شبوى للأنديال الذي يقام برعاية دائرة الشباب والرياضة في المجلس الانتقالي الجنوبي وتنظيم تحت كرة القدم فرع شبوى ونقدها فرصة نشكر للقيادة المحلية في المجلس الانتقالي في محافظة شبوى وإدارة الشباب وأيضا مكتب شباب والرياضة في المحافظة على قهودهم المتكاملة الذي خرقوا بهذا الانقاذ لصراحة الترتيب كان قيد وقهود قبارة بذل فترة الترتيب في زيارتنا أنه دشنا كاس شبوى الأنديا بالإضافة إلى عدد من زيارات الميدانية التي زوجت فيها جميع المكاتب والانشطة التي تتبنى بالعمل الرياضي والشبابي على ما سواء الشباب بشكل عام أو قطاعات الشباب ومشاغلهم بشكل عام البطولة يشارك فيها 18 نادي من أندية محافظة شبوى وسعداء بهذا الشراكة المستمر بيننا وبين المجلس الانتقالي إن شاء الله تعالى أن تخرج البطولة بصورة مشرفة كما نجدها فرصة للترحيب ضيوف محافظة شبوى على رسم الأخل الكريحي كانعان الذي كلف نفسه وجاء إلى شبوى لحضور هذا الاختتاح وسعداء جدا باللقابهم إن شاء الله تعالى أن يستمر التعاون بيننا في المباراة الافتتاحية للبطولة أمطر فريق نادي الشاطي شباك فريق نادي المجد بحصيلة كبيرة من الأهداف بلغت الثمانية مقابل هدف يتيم في إشارة إلى نزعة هجومية مبكرة للبطولة أحضر أنطلاق بطولة الكاس المحافظة التي تقام برعاية المجلس الانتقالي ونشكر دور المجلس الانتقالي على هذا البطولة بطولة واهتمام الشباب في كل العطفات المراحل ونشكر رجاءة المحافظة الدعم الأول للشباب وكذلك المكتب شاب الرياضة كانت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين نادي المجد هدى ونادي الشاضى وبصراحة كان بداية حلوة وتنظيم رائع جدا نشكر عليه المنظمون ونأمل حقيقة أن تستمر مثل هذه الانشطة هنا في المحافظة لما لها من دور كبير على فئة الشباب والتي تخدم فئة الشباب كثيرا حقيقة حضور قيادات المجلس الانتقالي ومكتب الشباب والرياضة يشير إلى الأهمية التي تحظى بها البطولة منذ لحظة انطلاقتها الأولى في ظل جهود جبارة للقهات المسؤولة على البطولة يمالي شنيثر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة نعاية النشرة تذكير بأبرزي العنو مجلس القيادة الرئاسية التقيب عدد من المسؤولين الدوليين في نيويورك الزبيد يؤكد في لقاء صحفي أن السعادة دولة الجنوب هي الأولوية في المفاوضات السياسية المقبلة نقابة الصحفيين الجنوبيين تنظم ندوة حول التحديات التي تواجه الصحفيات والإعلاميات الجنوبيات اشتركوا في القناة